اذا اعطت جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس كان زمان في نكة سخيفة عن الحما واحد بيقول لي واحد صاحبي حما تتسممت قالوا ليه قالوا اصلها عدت لسانها كانت الناس تضحك زمان لما تسمع النكتة البيخة دي ليه تفتكروا لان الحما زمان كانوا بيبصلها على انها عقربة على اساس ان لسانها في سم الكلام السخيف ده كان ماشي زمان انا اقول لكم ليه المجتمع المصري كانت علاقاته مش سليمة ولا مظبوطة ولا صحية لما تبقى العلاقة مريضة تطلع نكت زي دي سر ظهور النكت اللي زي دي جايز الحما زمان كان بتعمل مشاكل لمرات الابن تقول لها كلمة مش تعجبهاش مثلا تقول لها ملحوظة تعتبرها اهانة جايز اوي الحكاية دي حصلت بشكل فردي جايز بتحصل في بيت ولا اثنين ولا عشرة ولا مية هل معنى حصولها في البيوت دي انها تبقى تقليد انها تبقى حقيقة عامة طبعا لا المهم ان النكت دي راجت زمان وبعدين راحت عليها دلوقت ليه انا اقول لكم ليه الموقف تغير الناس فيه متقيمة الحما النهاردة النهاردة اللي عنده حما يبقى ربنا راضي عليه ازاي النهاردة الحما هي اللي بتربي لولاد الصغيرين اللي عنده حما يبقى عنده كنز يبقى عنده حد بياخد باله من لولاده يربيهم ويحن عليهم ويهتم بيهم ويكرمهم النهاردة الست بتشتغل والراجل بيشتغل طيب مين اللي ياخد باله من الاطفال الصغيرين محدد غير الحما بيقولوا في الامثال العامية اغلم الولد ولد الولد المثل ده صحيح وحقيقي الواحد يحب ابنه يبقى احسن منه ربنا خلق قلب الام والاب كده يتمنوا ان ابنهم يبقى احسن منهم لو الابن ده خلف ولد او بنت تبص تلاقي الجد يحب ابن ابنه اكثر ما بيحب ابنه دي فطرة فطرة ربنا فطر الناس عليها من رحمته وكرمه الحما ام وجده عندها حنان الام وحب الجده الربنا بيحبه النهارده يخلي حماته ترضى عنه رضاها ده هنا في جزء من رضا الام نفسنا نبطل نكت عن الحمى ونعرف قيمة الحمى الحمى النهارده وانس وانس وبركة بتاخد بالها من البيت ومن الولاد وهي روح البيت نفسنا الناس ترجع لقصولها وتقالدها القديمة الكريمة وترجع تاني تتلم وتعيش سوا نفسنا نرجع نلتقم على الحب والحنان والكرم والرضا مش ضروري كل واحد يبص للتاني على انه عدو مش ضروري نعتبر كل كلمة اهانة نفسنا الناس ترجع تتفاهم تاني بالحب الحب ممكن يدوب كل المشاكل ويظهر معدن الانسان الحقيقي عايزين نعتبر الحمى ام لها احترام الام ولها مكانة الام ولها بركة الام النهارده في بيوت كتيرة الحمى هي روح البيت هي نفس البيت هي البركة بتاعته عايزين الروابط الاجتماعية دي ترجعتاني زي زمان مش كده ولا ايه كده يا عم فؤاد المهندس والله زمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ازايكو اغلى متبلية في الدنيا عاملين ايه وحشين جدا 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 النهارده هنعمل ايه النهارده عجين هنغبز الخير كله عندنا النهارده احنا هنا في الارياف عندنا ما شاء الله الخير كله عندنا كميات من الدين كميات من الرز عندنا كل حاجة متوفرة ما بنشتريش حاجات يعني غير حاجات بسيطة اللي هي بقى الفاكهة خضار وسمك بس انما كل حاجة موجودة عندنا في ارضنا حتى الخضار برضو يعني اوقات كتير بنطلع خضار من ارضنا عادي خلاف بقى الرز وخلاف القمح وخلاف آآ الدرة والحاجات التانية دي آآ الله مصاص محمد زي بقول لكم كده عندنا ما شاء الله خير كل آآ بنشتغل وكل حاجة بس الشغل كده بيجيب ايه النشاط بصوا بقى حاماتي كتبتقول حاجة يعني اكيد اللي في الارياف يعني اللي زينا كده عارفين المثل ده بقولوا ايه الشغل صابون الجتة آآ والله الشغل صابون الجتة يعني احنا بنشتغل بنقوم بدري ونشتغل وكلنا ما شاء الله بيبقى ايه النشاط بقى كده ملينة مش كزل لا بيبقى كلنا نشاط كده بقى حيوية وما شاء الله آآ زي ما حاماتي بتقول كده الشغل صابون الجتة بصوا بقى اللي عارف المقولة دي او الحكمة دي او يعني المثل ده يعني اللي عارفه يقول يقول احنا فعلا عندنا يعني الناس ايام زمان عندنا كانوا بيقولوا المثل ده او احنا برضو آآ في الوقت ده لسه بنقول المثل ده انا حاماتي جات بتقوله على طول ام بدري اشتغل ومعرفش الشغل صابون الجتة بصوا فعلا والله العظم الوحيمة بيقوم بدري صلي الفجر آآ الله مصر صحيح ما تقوم بقى تشوف شغلك وتخلص الوراقي وآآ تب بريقة خالص بعد كده تقعد براحتك آآ احسن من كسل بقى تفضلي نايمة للظهرة تفضلي نايمة للعصر وكده وتقوم بقى كل الكسل لأ ما شاء الله الواحد يقوم بدري وخصوصا لما يصلي الفجر كده ويقوم يشتغل ويشوف شغله بيبقى كله حيوية وكله نشاط طب انت خدتنا في دوكة وقعتت عجينه وما قلت الناش طب يلا بسرعة نلحق العجين بصوا يا جماعة انا عملت ايه انا جبت كمية من الدقيق بصوا بقى احنا هنا في الارياف شغالين كده بالبركة باركة ربنا معانا وبسم الله ما شاء الله الحاجة بتطلح كده فولة لسه يعني ايه من جوزين جديد او لسه بيتعلمه هقول لكم مقدري الكالو حطه لكم ان شاء الله وإذن الله في صندوق الوصف بس عشان نلحق بس الحاجة اللي بتعجين ده هتخلص وانا لسه مخلصتش انا لسه ما قلتلكوش عملت ايه بصوا بقى انا جبت كده كمية من الدقيق حوالي قوله اربعة كالو خمسة كالو حاجة زكت تمام حطيت عليهم اه الله مصص محمد شوية من الملح وبعدين نزلت باللبن الرايب اللي انا حطيته كاللبن رايب اللبن رايب بيبقى يا جماعة في العجين بسم الله ما شاء الله بيخلي العجين كده تحفى 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 طاري كده وطعم جميل احسن من اللبن اللي هو الحليب احسن من الحليب اه عايزة تعملي معجنات وخصوصا بقى رواءة كده زي ما احنا هنعمل اه اعمليه بلبن رايب هيبقى معاك فل اول للعظيم طيب انا دلوقتي حطيت لبن رايب طبعا ملح وبعدين كده لبن رايب الطبع ده كنت حطيت في قطعة كده من الخميرة البيرة الخميرة البيرة اللي هي الخميرة العادية بتاعتنا وعليها معلقتين كده كبار من السكر وشوية من المية ابتدت تتفاعل كده الخميرة مع المية وكده يعني فقمت انا ايه برض دودت السكر فيها كده ودودتها في المية وحطيتها على العجين تمام اه يعني اول ما حطيت دي وحطيت عليه اللهم اصلاة محمد اه الملح وحطيت اللي بن رايب حطيت شوية من السمنة انا استعملت حوالي نص كيلو سمنة على فكرة على المقدار ده حوالي نص كيلو من السمنة ما قطرتش سمنة لان انا عجب العجين كله ما شاء الله بلاي بن رايب يعني حتى من غير السمنة هيبقى فلة تمام اه هنا على فكرة بنتي بتخسل مواين هي اللي كانت بتصور من غير معرفة فقمت حتى المقطع يلا قلت المهم اه المصد محمد حطينا دي حطينا اللبن رايب حطينا شوية من السمنة نص كيلو سمنة كده وخليت شوية للاخر وحطينا الخميرة وده كله بقى قعدت اعجن 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 وفي الاخر بقى حطيت المصد محمد شوية من السمنة اللي فاضلين بقى في الاخر حطيتهم في الاخر كده عشان يلموا العجينة معايا اهم حاجة تعجيني كويس والعجين ما يبقاش ملزق في ايدك ايدك كده تنضف تتسلت كده على رأي حماتي تتسلت كده من العجين تبقى نظيفة من غير ما تقعد بقى تروح تخسليها ومعرفش الكلام لأ تفضلت العجينة لما ايدك تبقى ايه كده ايه نظيفة تمام اه المصد محمد بعد ما عجنت وخلاص روح تبقى وضفت الحاجة اللي هقرس اه عليها اه المصد محمد جبت بقى ايه الصواني وجبت ايه انا عاملة وماش نظيف وماش نظيف ده يعني دي كانت ملاية والملاية كانت ايه تقطعت وكده يعني ده بتبقى من زمانة متجوزة بقى لسنين يا جماعة والله العظيم انا كبيرة قوي كبيرة قوي في العمر مش في حاجة تانية اه اه المصد محمد الملاية بقى ايه وصلتها هنا دفتها وقطحتها كده قطعتها كده قطعتين اه المصد محمد فارشت بقى انا الملاية كده على ايه وماش عندك عادي يعني مهم يكون نظيف ومخصوص العجين تمام فارشت على الصينية وقعت ان ايه اقرس بقى اقرس يعني اكور كده ايه كوار صغيرة كده هوضح لكم الكوار دلوقتي تمام كوار صغيرة كده اه المصد محمد بس بعد ما عجنت العجين وزبطته حلو جدا يعني خدمته خدمة حلوة عايز على العجين يبقى معاك حلو اخدي مية اخدي مية خدمة حلوة كده يبقى معاك ايه حلو كده ومشاء الله تطلع كده بقى يطلع الرغيف كده حلو مربرب مربرب عافية مربرب برضو ده حاجة بتتقال عندنا هنا بالقريب تمام اه المصد محمد زي ما انتوا شايفين كده قديني قرس اه ده اول صانية ودي تاني صانية الله مصد محمد بصوا انا عملت كمية صغيرة على فكرة مش كبيرة يعني احنا عندنا منعجل اضعاف الكمية دي بس انا عشان برضو حماتي عاملة برضو شوية عاملة صانية برضو اه هي عاملة عشرة عاملة ارقاء اه الله مصد محمد اه وانا واولادي هنقعد نتعالك طول النهار على شوات الخبيث قلت ما قطرش بقى تمام آآ الله مصد محمد زي ما انتم عارفين بقى اللي وراها عيل صغير ما بيعرفش يغبز حوسة حتى تلاقوا بقى بنت داخلة في كل حتة دلوقتي في الفيديو تمام آآ الله مصد محمد دلوقتي انا روحت بقى ايه وضبت عند الفرن وضبت عند الايه عند الفرن انت شفتوني في اول الفيديو كنت انا الفرن في طراب طلحته ونضفته حتى لقيت بيضة والله العظيم لقيت بيضة في الفرن شفت الكنز اللي انا لقيته في الفرن لقيت بيضة جوه في الفرن الفرخة كانت داخلت جوه يعني فرحة من الفرح داخلت جوه الفرن وبضت جوه وانا بطلع التراب اللي في الفرن كده التراب ده مكان خبيز قبل كده وشوي سمك وكده يعني بطلعه عشان اروأ الفرن كده وعرف ان انا اه اغبس فيه كده. اه الله مصد محمد لقيت بيضى بقى في الفرن كنت فرحة خير خير يا جماعة. ده الفرن قدامك اهو الفرن بتاعي عايز يتهد ويتبنى او الله العظيم حاماتي يقطر خيرها يعني يا كتبا يا كده على قدها برضو يعني صحيت على قدها وكمان الله مصد محمد اه يعني غطس تحت بقى كده يعني بقى له فترة هو غطس كده تحت حيث ان هو تحت. عايزة بقى ان شاء الله بازن الله ابنيه وبازن الله برضو هابنيه معاكم. وآآ طبعا انا مش بعرف ابناء ابنيه ياريت بعرف ابنيه انا آآ هنجيب حد يبنيه يعني كده وحماتي خلاص معدلش بتقدر. فهنجيب حد يبنيه هيعلهن شوية بحيس ان انا ايقعد قصادة بقاعدة مسلا على كرس الظوار كده او حاجة. ويبقى عالي والنار كده ما تحرقش فيها زي دلوقتي تمام? آآ الله نصص محمد انا باعملها دلوقتي بولع الفرن وبالبتاع اللي في ادية ده ماشا بقى بلاها مية وبالعود الحديد اللي في ادية ده. وبامسح الفرن كويس جدا. طبعا ايه طلحت اي تراب اي حاجة فيه. وبرضو بخسله كده بالمية اللي هي اللي اسمها الصاجة دي اسمها العرصة. اسمها العرصة دي يعني فكرة بنقول عليها عرصة. بامسحها حلو جدا من المية. وبعد كده الله نصص محمد ابتدي اللي انا اغبص بقى. بصوا بقى. انا اه ريفية مودن. اه والله ريفية مودن. يعني يعني ده ابلادي بقى او حماتي على فجهة دي حماتي. وده بنتي وده بنتي برضو. يعني هما بيغبزوا علي. المهم. واحدة قدام المكنة واحدة بتعمل صغير كده. يعني حماتي آآ البنت بنت الصغيرة اللي نجب اسمها مريم. مريم. بتبطى الصغير. اهي. عملا قلتوا مقسلوا ديك ونظفوها. وعقوا بقى زي بتعقوا. انتو اللي هتاكلوه. حلو وحش انتو اللي هتاكلوه. بتعملو الصغير كده. وبعد كده حماتي بتطولو بالتاع بالاسمها ايه بالعجلة دي. الفريرة دي. اسمها البطاطة ولا الفريرة. وبنتي برضو بستاعتها. والله نصص محمد آآ بنتي بقى الكبيرة بتعملو في المكنة. تمام? وبعد كده انا وحطوا في الفرن اخر مرحلة بقى. زي كل حاجة زي ما انتم شايفين كده قدامكم. تمام? آآ اللي نصص محمد ده كنت بتكلم في حاجة وانسيت. هي ايه? سيت. سيت ورضي. ما علينا افتكرها دلوقت. طيب آآ اللي نصص محمد زي ما انتم شايفين الخبيزة هو. بعد ما قرسنا. كورنا يعني العجين. جينا هنا بالدقيق طبعا. نحطه دقيق كده تحت ودق فوق. ونبطته صغير. وبعد كده نطوله كده زي ما حماتي بتعمل اهو زي ما انتم شايفين? وبعد كده في المكنة وبعد كده بحطه في الفرن وبولع بقى من تحت ومن فوق وحمر كده. كن احمر من تحت ومن فوق ونطلع واحلى عيش. اه والله. اه هو المفروض ده رقاء نعملوه كده ايه? مدور يعني يبقى مدور كده. تمام? بس احنا عملنا بالمكنة زي العيش البلدي عادي. آآ انا مستوى محمد ليه بقى? علشان اولادي لسه مش هيعرفوا يعملوه ليه مدور كده يعني وانا قدام الفرن وحماتي درعتها بصراحة ما تقدرش فهي ايه? المدور ده عايز حد كده ايه جامعة قصادي كده يعرف يعمل لي المدور تمام? آآ الله مصر محمد فانا قلت يلا نعملوه في المكنة بس الليل العظيم كانت تحفة تحفة جدا. آآ اه افتكرت الوقت كنت بقولكو انا فلحة مدير يعني يعني انا بصوا احنا في الارياف احنا سكنة في الارياف آآ في ريف كفر الشيخ والله مصر محمد عندنا ارض بس الارض دي مؤجرينها يعني في ناس هما اللي وغدينها بزرعوه. واحنا انا عندي ما عنديش مواشي وما عنديش آآ غير الطيور وغير الفرن البلدي اللي انتو شايفينه ده يعني انا ما عنديش غير الطيور والفرن البلدي وبس ونعمل اكلنا وشربنا واولادنا ومعرفش ايه. بعد دروس بقى انا في البيت كده بس اليوم من دول عادنش غير كورونا وكده يعني آآ المصر محمد ويعلى كده يعني. تمام? آآ الله مصر محمد والله العظيم فعلا عاشت الريف حلوة جدا حلوة جدا يعني انا لو هيخيروني بعد كده اللي انا اروح اسكن في المدينة اقول لهم لأ هفضل في الريف. بحب انا عاشت الريف والله العظيم. خصوصا بقى هصور معكم ان شاء الله بإذن الله ما نروح كده نشوف الارض بتاعتنا كده احنا بده يعني كل فترة بنروح نبص عليها مش بنسيبها كده. تمام? هنروح ان شاء الله بإذن الله ونصور هناك ونفسي بقى نعمل غدوة بقى هناك بقول لي جوز عايزين نعمل غدوة هناك. قال ماشي ان شاء الله بإذن الله بس رب بنسلح الحل كده ويعاد الأمور وبإذن الله هنروح نعمل ايه غدوة كده حلوة في الغط. وآآ ان شاء الله بإذن الله كل حاجات بات امام. طيب. زي ما انتم شايفين انا بعملي دلوقتي انا بقول لع من تحت ومن فوق. هما بيجيبولي البتاع اللي ايش كده على المطرحة الطاولة دي وانا بروح اسمها ايه بزرقه اسمها بزرقه يعني بحطه في الايه في الفرن. آآ وقال الله مسلس محمد وبقول لع بقى من تحت والفوق. وحمر وبعدين اطلع. تمام? شايفين النار تكتطلع علي ازاي بصوا. انا مش عارف اصلا اشتغل فيه والله العزيب ما انا بصوا انت عارفين يعني الناس اللي فعلا ما تضربة على الفرن ده. آآ خبيز بيبقوا كده فيه كأنهم بيقبيزوا فرن غاز. ما فيش الدهوالة اللي انا متدهوي لها دي اصلا. انا متدهوي لها والله العزيب. شوف النار طلعة. اللي حوالي اش في كل حتة. اللي هو اللي بولع بي ده اسمه اش اللي هو اش الرز. اللي هو اش الرز يعني نباتة الرز اللي ما بيزرح في الارض. آآ الله مسلس محمد بيطلعو بقى ياخدو اللي هو يحبوب الرز اللي فيه. والتاني ده بقى اسمه اش. الاش ده بناخدوه نولع به الفرن البلدي اللي زي ده. شايفين العش? بسم الله ما شاء الله حاجة كده تفرح. وبنحطه بقى على بعض كده بيبص ياهم بيبقاش ناشف. احنا هو بيطلع ايه? يعني كده من شوية كده من فضل. بنحطه بقى على بعض بيوليون. تلاقيه بقى ايه ليون على بعض تسحابيه كده تكلي منه حاجة. بنتاكل حاف والله العزيب بنتاكل حاف جوحتكم انا عارف. لو قطول والله العزيم ان انا بعت لكم كل واحد كده رغيف حتى والله ياريت. وفي جوابات يعني تكفي كنت كل جواب كده في حاطيت فرغيف وطيرتها لكم. اه الف انا وشيف يا رب ليلا هيكل وليلي شايف. بسم الله ما شاء الله حاجة كده تفرح. انا قلت النهاردة اشاريكو يومي. اه روتين الخبيس بتاعي. اه الله مصرصة محمد احنا. اه شايفنا العيش بسم الله ما شاء الله. اه على فكرة مش عاجب حماتي. اولا يعني ده شايفين قدامك اهو ومش عاجب حماتي. صدقوني والله بعجبها. تقولي ده خبيس ده احنا كنا بنغبز وبنعمل وبنخلي وبنسويه كنت بعجب بال بالكام كيلة بتقول بالكام كيلة مش عارف بالكام كيلة كده. وآآ بعجب وانا واقفة ومعرفش ايه. ويا الله مصرصة محمد. قلت له والله العزيمة النهاردة عاجلنا وانا واقفة. اه والله وانا واقفة. حط العاجين على الرخامة وبعجب شاء التصوير بس. آآ الله مصرصة محمد كنا بنعمل ونخلي وبنسوي بنملى الفرن. وبنطلع العيشة كده تضحك. يا جماعة. بالله عليكم. بالله عليكم. احكموا بقى. العيش دلوقتي حلو ولا مش حلو. اصلي مش عاجب حماتي. بص يا جماعة الحماوات دي والله العزيم. بصوا. مهما قالوا. مهما عملوا. بصوا. عاملها كأنها امك. انت طبعا امك مهما او مامتك مهما آآ قالت لك ما بتزعلش منها مامتك ما تزعلش منها. انت لو تعامل حماتك كأنها مامتك مش هتزعل منها. على فكر هي بتقوله. بتقول كتير وكتير وكتير. بس انا مش بازعل. اه والله ما بازعل خاشفين. باخد سلف كده. معنا بتاع. ده اسمه بكاكيم. اسمه بكاكيم. آآ اه رمزان حماو الناس العجينة وبس عملناها كده بكاكيمي كده يعني. تبع ريال الاولاد بيحبوها. باشوا كمان بطاطس. وباشوا كمان بتنجان في ريح. تمام? بقولك انت لو عملت حماتك آآ كأنها امك مش هتزعل منها والله العزيم. وهتبوسك هي عشيتك فلة حلوة بتزعلوش. مش كل حاجة تاعدوا على خطيركو يا جماعة والله. بصوا كأنها ممتك وقالت كلمة عاد ما فيش اي مشكلة خال. والله هي حماتي بتقول كتير. بس انا مش مش بعلق لها على كلام. صراحة. يعني ساعات بقى ايه? اما بتدايق بقعد ايه? ان انا اطس فيها بالكلام وهي اطس فيها وكده بهزار. يعني بقولها بهزار يعني. او والله بقعد اهزر معاها كده. يعني ايه? اقول اللي انا عايز اقولهولها برضو يا اطس كده بالكلام نرفزتني يا جماعة بزارة بحاول بتنرفز. بس بهزار يعني اتهزر معايا اهزر معاها وواخدين على بعد كده جو ايه? جو هزار وعادي. يعني والله مش بزعل مش بشيل منها ولا حاجة والله. آآ يعني الله مزرس محمد. انا عايز اقولك حاجة. مهما حماتك عملت قوة تزعل منها. قوة تخصميها. حتى لو زعلت او حتى لو الكلمة زعلتك ما تخصمهاش. انت انت تقدر انك تخصمي مامتك. مامتك لو زعلتك. مامتك لو ضربتك بالجزم اصلا. يعني مؤغزة يعني مؤغزة يا جماعة. لو يعني مامتك مهما عملت فيك هت آآ هتزعني منها مش هتزعني. لانها مامتك. طيب ما تعمل دي راخرة كأنها مامتك مش مامت جوزك. مامتك. بصي ولا لو عملتها كأنها مامتك هتحبك. وهتحبه بعض وهتعيشه حياة حلوة من غير اي مشاكل. شايفين ده البكاكيم اللي بقول لكم عليه. نفس العجينة بتاعة العيش او بتاعة اسماع اللم. رأي احنا عملنا بس عملنا كده ايه? اه ما حطناهوش في المكانة. طبعا اه فردنا شوية كده بس وعملنا بيبقى طعمه حلو جدا. وطبعا هو نفس اصلا الطعم بس آآ الله محمد بحس ان طعمه اطعم مش عارف الايه. عملنا كده شوية حلوين علشان الاولاد بيحبه. آآ الله محمد. فيه بقى ممكن انت بعد ما اطلعيه كده تحشيه سكر آآ سامنة بلدي بيبقى حلو جدا. التصوير ما يعلم بهنا ربنا. انا عارفة بنتي كل شوية صباح هيظهر حتى تلاقيني على طول بحط بحط اموشن اموشن ايدا. اللي هو اللي اسمه ملسك يعني. آآ بحط ملسك آآ لاني بصوا كل شوية بنتي تظهر لي صباحة. طبعا انا مال تبتصورين يا ربتصوري صباحة والله. هجوا فضيع جدا يا جماعة. معلش بقى استحملوا التصوير بتاعها. انا هدها بقى هنعمل ايه. آآ الله مستوى صحيح ما شايفين بسم الله ما شاء الله. هزا اقول لكم اللي ريحة الخبس كده في الفرن البلدي ده. حاجة كده ما حصلتش. اه والله العظيم. حاجة ما حصلتش. ريحة كده طبعا المجرب الفرن البلدي عارف. عارف انا بتكلم في ايه. آآ والله العظيم. يعني فيه ممكن تقول. آآ في ناس فيه ناس ممكن تقول آآ آآ الله مستوى صحيح محمد. ازاي بفرن بالطين كده وتقبزه فيه آآ طين. احنا جماعة مخلوقون من طين. في ايه. الطين ما شاء الله اطهر حاجة. يعني انت لو انت يا الله مستوى صحيح محمد آآ يعني في مكان ما فيش مية وعايزة تتوضي. مش آآ مش هتتيممي بالتراب. عادي. الطين ده حاجة يعني طهرة. بسم الله ما شاء الله. حلو. طيب آآ شايفيني. كنت عايزة اقوم على عيارة ادرابهم بالمطرحة كلهم. آآ انا بشو دلوقتي بطاطس وبشوي بتنجان. بصوا بقى احنا متعودين كل ما نجي نقبز. آآ بنشوي بقى بتنجان بطاطس بطاطا بصل آآ على نصص محمد الحاجات دي بنشويها. وآآ بنعملها بقى لقدة بتاعنا ونعد اليوم يعني بالاضافة العيش اللي احنا خبزناه. آآ بنعمل باب تنجان كده مسلا باب اغنو. آآ اللي اسمه اسمه ايه. البطاطس ده بنشويها وبنهرسها بنقشرها كده ونهرسها. وتحط عليها بقى الله محمد ملح ززتون. آآ بص اللي ده عايزة تحطيها عليها بتحطيه كده وتزبطي البطاطس بتاحتك. آآ البطاطس المشوية بتبقى حلوة جدا عن المسلوقة. او الله. المشوية بيبقى لها نفس كده وحلوة عن المسلوقة. ممكن بقى نعمل برضو بامية آآ الله مستدر محمد فاصولي خضرة آآ ملوخية. بص اي بار اي اكلة كده اي تحبيشة كده. ونعد اليوم آآ الله مستدر محمد كيف قال احنا خبزناه هنروح كمان نطبخ آآ والله العظيم انا بحب يعني التحبيشة دي بنسمها تحبيشة او تحبيش. بحب التحبيش دي. والله. اتحكوش علي وعلي كلابي جبا. ولا احنا بيقول كده عندنا. بصو انا اه تلقائية والله العظيم انا. بصو اللي في آآ خادي عادي مش بتحارج والله العظيم. آآ زي ما انا ماشي بماشي معكم والله العظيم من غير اي تصنع خالص. آآ تمام? آآ الله مستدر محمد بحب انا الاكلة دي بتبقى جميلة جدا يعني بقى ايه زي ما قلتوكو كده وطماطم بقى وخيار وما عرفش ايه. ويه خضار بقى اهم حاجة الخضار. وبتبقى اكلة مية مية سلام بقى مع اللمه. اللي عارف بقى مع اللمه دي يعني من جرب طعم اللمه كده في الاكل. هو اللي عارف فاهم انا بعمل ايه. او انا بقول ايه او هو ايه اصلا. مع ريها ده. دلوقت احنا خلصنا هلم اللمه دي كله هلم القش ده كله. وطبعا بنت راح تتعمل في الغده وانا هطلع دلوقت اسعادها وانتغده. تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم وحتى الله وبركاته.